اه انت حاليا في الطاقة العجلة الحظ. حينما انه انت تكون حاسس نفسك يوم بتكون ناسي هذا الشخص. ويوم بتكون اه متذكرة. يعني انت بين اه بتحسها تكتلعت ومبسوط وسعيد. وفجأة بتقعد بتركز في كل الاحداث وبتعيد كل الاحداث بتكررها مسلا من حد ما بلشته في العلاقة لحد ما انتهت العلاقة. او ازا يعني طبعا لبعض منكم ازا انتم في انفصال. وازا انتم مع بعض انت حاسس ان مشاركة تجاه الشخص احيانا بتزيد اللفة عليه واحيانا بتقل مسلا التصرفات او اي شيء اه بخليها تقل انه مسلا هو مهمل او متجاهلك. ازا انتم في العلاقة. ازا انتم منفصلين. فانت حاليا بتدير هاي العلاقة. وانت كمان تخليها تاركها لله. تاركها الحظ. وازا في نصيب انك تلتقو مسلا راح تلتقو. ازا ما في نصيب يعني ما يؤمن بالقدر. وازا ما في نصيب انه ما تلتقو ما راح تلتقو. هيك انت. اه انت شايف ان هذا الشخص هو الحب اللي انت بتتمنى. والحب اللي انت كنت بتدور عليه اه من فترة طويلة. وانت حابب تستقر مع هذا الشخص. عندك حب له مش طبيعه. واحتمال انه انت دخلت بعلاقة جديد وكأنه الحظ لعب معك شوي. اتمنى لبعض منكم طبعا بعطي ايه احتمالات? يعني لانه اكثر من شخص بيشاهد الكروة. خلينا نشوف طاقته وزعلان جدا. انا مبين عندي طاقته هون كمان زعلان. وزعلان هو بعيد في حساباته. وهون برضه عندي طاقت انه هو بعيد في الحسابات كلها. من حيات العلاقة. هو زعلان عليك جدا جدا. هو حاسس نفسه انه خسرك خلص يعني خسرك اه اه هو زعلان جدا جدا زعلان عليك. وفطاقة مش مش مبسوط نهائي. يعني هو في طاقت المحاسبة مع النفس وادمان على شيء ما. اه عنده طاقت زعل وهو عارف انه خسرك. هو عارف انه خلص انت زي جاب اخرك. وهو زعلان كتير وهو بيفكر في كل اشي صار انت قدمت كل ايام وهو كان متجاهله وكان متنجه. اه كان لاحق شيء اخر او لاحق مسلا عمله. اه كان دايما انت مسلا تقدمه اه يرفض او هو يتجاهل. لانه هو عارف انه انت اه متمسك فيه متمسك فيه لاخر لحزة. هيك هو كان ليتجاهلك. وهو هو قادر يصالحك على فكرة الشخص هذا. بس الزعل نخليه انه ما ينتبه انه فيه طريقة ما يحل هاي المشكلة. ما عنده ادراك نهائيا هو شخص لما يدخل بالمسلا موجة الزعل بيضل فيها على فترة طويلة. وهو فعلا بيضل فترة طويلة في الزعل. وبحاول طلب من الزعل بس هو مش قادر. واحتمال زعلان لان انت يمكن تركته فجأة. خلينا نشوف. لكن انت بتحبه. انت حاسل المصير هو انتو مصير كل اتنين تلتقوه مع بعض. وانت احتمال تكون حاس انه اه يعني مش صدفة انت لقاته. انت لقاته لو انه كاملك هو نصك التاني. وانت حاسس انه هو نصك التاني. ويمكن تكون انت توقع مشو طيب. خلينا نشوف طاقته. حاليا هو في هو متكتف وهو مش عارف زي ما حكيت لك بالاول بالطاقة طيبة. هو مش عارف كيف يفك هيا الازمة او كيف يلاقي حل لانفصاله انفصاله عنك او لتبعده عنك. او انت اللي تبعدت عنه على فكرة مش خولت انت اللي تبعدت عنه. انت عطيته بالمتين وحملت حلب سكرت الباب وحطيته بلوك. اه سكرت وراك وما بطلعت وراك. لان انت تقريبا هذا الشخص عزبك لدرجة كبيرة. لانه هو في تفكيره بيراجع بالذكريات وبحيس انه عمل معاك اكتر من مواقف. يعني عدة مواقف خلتك تشرب الخطلان من ناحيته. وانه هو ضيع فرص كتير يعني من ناحيته انه من ناحيتك عفوا انه انت عطيته اكتر من فرصة وكان يضيع هيا الفرص يعني بالوقت انه يخلي كل شي للزمن للوقت للزمن للوقت. فانت خلص زي فرضت فيك وحابب وحبت انه تفض هاي العلاقة وكلياتها بمواجهة هذا الشخص. فهو على فكرة الشخص هذا عقله عنده عقله صار اه ضغط في التفكير من ناحيتك انت. بفكر في الكلام اللي صار. بفكر في المبادلات اللي انت بادرتها. والتجاهل اللي هو عملك. كل اشي بريد في العلاقة من اول ما بلشت مع بعض العلاقة بحد ما انتهت العلاقة. لان انا شايف البعض منكم وحتى الاغلبية انتم في انفصال تام. خلينا اشوف ان الشخص هذا عقله يكاد ان ينفجل من التفكير فيك. وانه متباعد يمكن انت شايف انه متباعد. ومسلا انت بفكرة ان هو ما بفكر فيك نهائيا. ولكن هو بفكر فيك اصلا انت هو ما بفكر ولا في اي شيء اخر. الا بفكر فيك انت وفي العلاقة وكيف اللي صار من انفصاله. وكل هذه الامور بفكر فيها. عن فكرة انت هو لازم يسير بينك التسامح. سامح حكيت لك الشخص هذا بتمنى انه تسامحه لانه حاليا ضميره معزبه. وكمان هو بفكر في كل شيء صار بناتكو. فآآآ يعني هم بيحكوا لك انه تسامح عندما تطلب صراحك وتصفه بالماضي ستختبر المزيد من الحب في لحظاتك السابقة. يعني هم بيحكوا لك انه انت عم لما تسامح هذا الشخص راح تتبرك اذا الشخص هو كان يحبك من اللحظات انه تنسى القلم اللي وجهلك هي هذا الشخص. وتتذكر في برد اللحظات انه هذا الشخص آآآ في لحظات معينة هي بتثبت لك انه هذا الشخص كان يحبك لكن هو شخص ممكن غير مدرك لا فعاله فقط. يعني هو مش مدرك انه مسلا اذا تجاهلك انت راح تروح وما ترجع. ازا مش مدرك ازا هو ينشغل عنك وخلاك اخر اولوياته ان انت راح تحب اول اولوياتك انك تنسى هذا الشخص. وما كانش مدرك كل هذا الرح يصير. لهيك هو في حالة المحاسبة مع الناس. وبحاسب نفسه بانب نفسه بانب ضميره. وهيك هو في طاقة يعني التعبان والشخص دعا فكرة مريض او التعبان نفسيا من الانفصال اللي صار. الشخص التعبان. ومريض. واحتمال انه داخل بحالة نفسية ان خليته تارك اعماله وتارك اشغاله هو مقيد بس بفكرة انه انت الشخص خسره. بالنسبة له انت شخص خسره. يعني من الار. فهم بحكو لك هون لازم سير التسامح. هاي العلاقة. التسامح بخليك ان تنسى شو الشخص هذا عامل فيه وتتذكر له الاشياء الحلوة اللي هو عملها. لما انت تتذكر الاشياء الحلوة اللي هو عملها عكيدة رح تصفح عنه وتسامحه وتدرك انه هاي الشخص كان يحبك. لكن افعاله كانت تصفت لك عكس دلك. طيب. هو كيف شافك وليش شافك بهاي الطريقة. هو شافك صامت وشافك انك انت انفصلت عنه. لكن هو شافك انه انت صرحت او وضحت له انه انت مسلا ازا ما تغيرت من اتجاهي روح انفصل عنك. انت صرحت له. انت اعطيته التلام اللي كنت انت كبته جواك. فكيف حكيت له هذا الاشي وصمتت. ما انفصلت عنه نهائيا. التزامك بصمت. وهو شافك انه كمان انه انت عندك ايمان بربنا انه ازا هو كان خير اليك رح ييجي وازا هو شر انه رح يبعدك. لانه شاف انه عندك الروحانيات عالية جدا وانت انسان روحاني بدرجة عالية جدا. عندك الحاسساتك انك انت حسيت على هذا الشخص انه مسلا بيتلاعب. بتلاعب معي. فانت صرحت له انت كذا 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 فهو تفاجأ انه انت كيف صرحت له في هذا الاشي. او كيف يعرفت فيه نقطة زي حصل كشف حقيقة. فهو شاف انه انت شخص روحاني لدرجة عندك احساس يعني احساس مية بالمية احساسك صادق. فهو شاف انه انت بتقدر تكشفه. لو اجع مسلا اتقصف لك انت رح تحكي له مسلا الاسف يعني اللي راح تتقصف ليه بعده انت رح تكرر الغلط اكتر ازا سمحتك هلا. فانت كأنه عندك احساس ازا انت سمحت هذا الشخص راح يدمادى اكتر معك وراح يعني راح يعيد كل اشي اللي منه فيك دبل. هو عارف انه انت واضح او كاشفه. انت كاشفه. انت كاشف هذا الشخص هو عارف. عشان هيك هو متخبي. وعشان هيك هو بيراجع بنفسه بالذكريات كلها يدفن. انت شخص تكشف. بالحاس السادسة بتكشف الاشخاص الامامك. هيك هو شايفك انه انت صامت. وفجأة بتذهب. وفجأة بتصمت. وفجأة بتطع تحتي. وفجأة بتصمت. يعني هو شايفك انه انت مش متناقض لأ انت زي ما تحس ان هذا الشخص بلش خطوة مش صح من ناحيتك بتطلع بتصرح ان انا بعرف انه انت مسلا اه مش صحيح او انت مش او انت مش واضح او انت اه في حركة مسلا ندال من وراك او حركة غير صحيحة من وراك. فهو شايفك انه انت كاشف رائع يعني انت كاشفة. كاشف كل اللعيبة وكاشف كل خطوة او هو زحق بنفس بنفس الحركات اللي بيعملها بيكررها معين. فهو شايفك انه انت صريح وهو غامض. انت اذا كنت بالوقت اللي كنت لازم تكون فيه غامض كنت صريح وهو في الوقت الكام لازم تكون فيه صريح هو الغامض يعني عكسك كان. لدينا شايفك بعض الغموض وبعض الوضوح يعني واضح بعض الشاي وغامض بعض الشاي. وبتقدر تكشف الشخص اللي قدامك شو بده يومان. طب هو كيف شايفك وكيف شايف شخصيتك. هو شايفك انه انت مستقر مستقر ماديا او مستقر معاقلك. مش شرط انه نحكي مستقر ماديا. يعني انت مسلا ان شاء الله الله بيعطي الجميع بيكرم الجميع. لكن هو شايفك انه انت يعني لما نحكي هو شايفك مستقر ماديا. احتمال انه انت مسلا موفق بشغل معين. او اهلك مسلا الناس مرتاحين مادية. وانت مسلا سعيد مع اسرتك. اه من خلال انه متوفر لك كل احتياجاتك. احتمال انه انت شخص تشتغل في عمل اه 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 موفر لك كل احتياجاتك الخاصة. فمش شرط ان تكون انت يعني في ناس بك احنا لا نملك شيء. انت بتملك راحة البال. او اه تملك اخوة يخافوا عليك. او اهل يخافوا عليك. فهذا بيشوفه هو الشخص هذا بيشوفه انت تملك اشي فائق. يعني اشي اكتر من المال. لانه كارتل العشر نقود اكتنى في هو السعادة والراحة والرخاء. السعادة بين الاهل والاسرة. ما تكون انت شخص متزوج وانفصل على هذا الشخص عندك بسبب انه انت في زواج او كشف اه او صرحت له انه انت مسلا ما بتقدر تستخدم مسلا عن اسرتك. او عندك اطفال وانت منفصل. يمكن انت شخص على فكرة في انفصال طلاق او وفاة اه اه زوج او زوجة ما عندك اطفال وانت مستقر معهم. وانت وضحت له مسلا انت ما بتقدر تستغنى عن اطفاله. فهو شايفك مستقر عائليا وماديا واحتمال ان تكون انت مستقر اه مع عائلتك ومسلا اهلك بالحقوق اما بتحبك اختك اخوك. يعني هادي هو شايفها انه استقرار بالنسبة الى. هو شايفك انك انت شخص لما بعضت عنه استقريت. دورت عاستقرارك بسرعة. هو كيف شايف شخصيتك? وشايفك طيب جدا. شايفك شخص صغير لكن عاقل وناضج. وشايفك انه انت زي ما حكيت لك انه انت روحاني جدا. انت عندك حس عالي في انك اه او احساس في الاشخاص اللي امامك انك تكشف نواياهم. هو شايفك هيك. وشايفت كمان انه انت بتحب تركز على عملك اكتر ما تركز على العلاقة او العاطفة. او لو حتى دي الشخص ازاك انت بتروح تاتجاه نحو انك تركز على عملك او على استقرارك لماديو الاسري فقط. يعني مش راح انك انت بتضج مرة واحدة ولكن تصمت مرة واحدة. وهو شايفك انه انت اه شخصية اه طيبة جدا. هادئة نوعا ما. وكمان شايفك انه انت بتحب تقدم الخير لكل حواليك. لكن اذا الشخص حاول يستغل الطيبة فيك او الخير اللي انت بتقدم له ايه شفته استغلال انت رح تقطع معاه فورا. انت بتقطع. انت بتحبش حد استغلك. حتى لو انت طيب. انت بتحس اذا الانسان اللي امامك بيستغلك او لا. هو شايفك هيك. انت شاطر جدا. معنك صغير في السن. احتمال بس انا شايف انه في يعني لحظة اشوف فرق في العمر. يمكن فيه فرقات بناتكم. احتمال لكم في فرقات ايه عادته قليل دينية. بس مش عمري. ما تكنش عمري. اذا في بينكو بس سنينين قليلين. بس. بس شخص دعلينا عليك جدا. نفسه انه خسرة. لبرجة حمار. خلينا اشوف. نعطيكم من نصيحة ومنشق شو خطوطة. شنوية شو خطوطة لحيزة. هعطيك كمان نصيح من الكارت. المون. انا اعطيك كمان نصيح. هنبدو لك لاحظ كيف يؤثر القمر على طاقتك ومظاهرك وتستفيد من هذه الدورات. يعني انت لما فيه اه في طاقة بحكمال الشخص هذا يؤثر عليك. عشرة فيه طاقة انت بتجيك. وبتأثر على نفسيتك. لان عشان هيك بحكي لك انه انت فجأة عندك كالا النفسية وبتحس حالك انك كالا هذا الشخص وما بدك اياه. وفجأة انت بتحس نفسك انك بدك هذا الشخص. ثم لتطاقة هذا الشخص ايه تكون مؤثر عليك لدرجة بينهم. بحكوا انه القمر هو مؤثر على طاقتك. فيه دورة ما هي بتأثر على طاقتك وبتأثر على ايه شكلك الخارجي. فانا بحكي الارجح واحساسي ان الشخص هذا هو بيخليك تفكر فيه من جتر الطاقة اللي بيبعتها طاقة الزعل وطاقة الندم. لهيك انت بتحس عليك انه فجأة مسلا انت مطيق هذا الشخص وفجأة بتحبه. ايه. بدون اي مباررات الايوم القادمة. فانت لازم تعمل تسامح. لحتى انت تعرف وضعك في العلاقة. هل بتحب هذا الشخص او لا. يعني لازم تعمل تقييم. اذا عملت تقييم لنفسك. او مش عفى مش لنفسك. الى العلاقة. شفت السيئات تبعته وشفت الحسنات تاعته وقيمتهم بالزبط. اذا شفت في الحسنات فيه شغلات ممكن تسفد ان هذا الشخص بتحبك. انت اكيد رح تعرف هذا الشخص كيف كان نسبة. اه مسلا الحب لك. هل كانت السيئات اكتر وكان مسلا مش بس تجاهل كان استغلالي. اه كان مسلا علاقات متعددة. انت رح تعرف من هال العلاقة انت لكون فيها. اكيد رح تقدر تقيم هل هذا الشخص كان يحبك. وهو عن جانسة علينا عليك. ولو هو شخص كان مسلا مستغلق فقط. هو انا مش شاف انه استغلالي. لكن انا شاف انه اه عزبك نفسيا كتير. لحد ما انت طفقت قلت له خلاص انا انا مش لعب. بديش الحب ولا بدي اي اشي. فانت بتقدر تراجع بكل اشي صار بناتك وتقيم. هل هذا الشخص هو بحبك فعلا? انا. عشان هيك بقولك سامح. سامح. وبنش تقيم. هل هذا الشخص هو بحبك او ما? فانت بتاع هاي بسطك وانت قادرة في المشكلة اللي صارت لناتكو. وانت بتعرف ازا هذا الشخص بحبك او كانه مستغلق فقط. اه خاديني انا شوف. المشكلة هي شكلها. الموقف هذا هنطوع على زواج. احتمال انت تكون شخص متزوج او هو شخص متزوج. او انت صارحت ازا مثلا ما تزوجتني انا اه رح اقطع هالعلاقة. ففي شخص منكو في زواج. او انتو كنتو في زواج وانفصلتو عن بعض. طيب. خلينا نشوف اه الشخص هذا الشنوية وشو الخطوة اللي راح اقدمها نحيطك. طيب. الشخص هذا النوية انه يسبر عليه. ويزهر لك نفسه بشكل تاني غير اللي انت تتعرفه. احتمال يكون على فترة في فرق بينكم في العمر بس مش كتير. وكمان احتمال يكون انتو من قرية اه عفان من مدينة وهو من مدينة او قرية. احتمال انت قروي او هو قروي. وكمان هالشخص حابب انه كابر. وفرجيك انه اه شخص مسلا تقيل. وشخص اه مسلا انه شخص ال king of the world. يعني شخص الايجو عنده عالي. او مدفرجيك كبرياء او انه مسلا هو ما بقدرين حين يقدم امام هيا العلاقة. ما تكون انت مسلا رفضت تنفصل عن زواج صابر. او انت كنت تتزوج منفصل عن زواج. فالشخص هذا بده يظهر لك بده يظهر انه هو اه خلينا اشوفها اكتر. لانشان انه بده يرفع الايجو عنده بس. اندنا ويهر. ويحد رضل رضي كبرا هذا اذا داد فعلا لانه انت تشوفه اه مسلا اه ومسلا هو مسلا حrone موف Stockholm ا Group one otherさん dollar اشتركوا في القناة